يعني ابتداء نحن نتحدث عن معطيات كثيرة معطيات تتعلق بطبيعة قانون الانتخابات هذه للمرة الأولى يطبق قانون دوار المتعددة ضمن المحافظة الواحدة قضايا لوجستية وفنية تتعلق بطبيعة التصويت طبيعة الاقتراع الإجراءات التقنية والفنية أنا أعتقد مجلس المفوضين الحالي والمفوضية الحالية تحملت حقيقة عبء كبير في هذه المرحلة حتى تهيئ الأمور وفق هذا النسق التي ظهرت به قد يكون الأرباك الوحيد الذي حصل بصراحة هو الإعلان الموضوع فقرة في القانون الانتخابات تؤكد على أن الإعلان النتائج يجب أن يكون خلال 24 ساعة هذا السقف الزمني هو الأرباك المفوضية وخلاها تعلن نتائج الأولية دون استكمال باقي سناديق الاقتراع الأخرى وبالتالي ظهرت النتائج مشوهة وصار اللغة التي كنا نذكره في تلك الفترة لكن فيما عدا ذلك أعتقد الأمور صارت بطريقة طبيعية تقليدية أكو سياقات للطعن أكو سياقات للشكاوى والطعون بحسب طبيعة الشكوى والطعن وهناك هيئة قضائية أيضاً لاحقة تنظر بالقضايا والطعن التي قد لم تنظر بها المفوضية وواضح أنه حصلت بعض التغيرات في نتائج الانتخابات التي قد تكون هي تغييرات طفيفة ترجمة نانسي قنقر